أما بعد فيا أيها الإخوة المؤمنون عند التأمل في معظم مشاكلنا الاجتماعية فيما بيننا أو المشاكل التي تسري بيننا وبين الآخرين يدرك المرء أن لدينا نقصا وخللا كبيرا في كيفية التعامل مع الآخر بالأمس إن عقدت عندنا في مدينتنا هنا ندوة حول الغيرية أي حول التعامل مع الآخر كيف ننظر نحن إلى الآخر وكيف ينظر هذا الآخر إلينا وهذا الموضوع بحثه الفلاسفة وعلماء الأنثروبولوجيا والمفكرون وأناس كثيرون لكنه للأسف كثيرا ما نغيب وجهة النظر الشرعية ووجهة النظر الشرعية واضحة في الموضوع في كيفية التعامل مع الآخر فنحن المسلمين عندنا قرآن وعندنا سنة وعندنا توجيه شرعي في كيفية التعامل مع هذا الآخر وبنظرة عجلة في هذه الخطبة التي لا يتسع المجال فيها للتفصيل أذكر لكم أن الإسلام عندما تعرض لكيفية التعامل مع الآخر نظر إلى هذا الآخر على أنه مستويات الآخر الذي ليس أنا مستويات مختلفة ليس مستوى واحدا وإنما هو مستويات متنوعة يمكن أن أقسمها إلى أربعة أقسام القسم الأول هو الآخر من درجة الأقارب أو الجيران هذه فئة خصها الشرع بمعاملة خاصة وأوجب الإسلام النظر إليها نظرة متميزة بحيث يطبعها الإحسان ويطبعها حسن المعاملة ويطبعها التفاني في محاولة خدمة هذا الآخر عندما يقول الله عز وجل في القرآن الكريم أسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والاقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل لاحظوا هذا التدرج في التعامل مع الآخر مثل ذلك أيضا في صورة النساء في قوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين إلى آخر الآياء والآيات التي تتحدث في ذلك كثيرا بمعنى أن الآخر هذا قد يكون من الطبقة المقربة منك فهذا يجب أن تتعامل معه بإحسان قدر المستطاع أقاربك النبي عليه السلام عندما يقول خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي وهذا الحديث ترويه عائشة وهي أقرب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنها فهي تروي الحديث أنه عليه السلام يقول خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي وهذه المسألة من عائشة رضي الله عنها ليست مجرد رواية إنما هي رواية وشهادة فهي رواية للحديث وشهادة لصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم في كيفية التعامل وكم ذكرت لكم من مرة أن خير من يشهد لك أهلك إذا شهد لك أهلك بحسن خلقك رجلاً كنت أو امرأة فتلك الشهادة الحق أما أن يشهد فيك الأباعد ويشهد ضدك الأقارب فهذا دليل على أنك لست على ما يرام لذلك الآخر هذا في الدرجة الأولى هو درجة الأقارب والقرآن الكريم والسنة النبوية والشريعة عموماً مليئة بالتوجيهات في حقوق الوالدين في حقوق الأزواج في حقوق الأهل الذو الأرحام عشرات من الآيات تملأ الفضاء لو أننا أردنا أن نحسن من سلوكنا وتعاملنا مع هذا الآخر الذي هو أقرب الناس إلينا والجار أيضاً أدخلته في هذه الخانة لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه حتى ظننت أنه سيورثه أي كأنه واحد من الأقارب واسأل في أحوال المسلمين كيف يتعاملون مع جيرانهم وكيف يتعاملون مع أقاربهم يجتهد الواحد فينا أو منا في إحسان علاقته مع الآخر انظر هذا في عالم المسلمين يجتهد الواحد منهم ويسارع في إرضاء الآخر الأبعد لكنه يجتهد الاجتهاد نفسه أو أكثر في كيفية الابتعاد عن الأخ الأقرب أو الجار الموالي للأسف وهذا دليل على أننا لم نفهم توجيه شريعتنا الإسلامية في التعامل مع الآخر الفريق الثاني من الآخر هو فريق عموم المسلمين أنت المسلم واحد من أمة فيها مليار ونصف المليار من الناس أنت مطالب بأن تتعامل مع هؤلاء ومعاملتك مع هؤلاء ينبغي أن تكتسي طابعا أخوة أن تعتبر الآخر أخا الإسلام يوجه إلى أن لا نعتبر الآخر صديقا فقط إنما أن نعتبر هذا الآخر المسلم غير القريب منا في الدم أو في الجوار أن نعتبره أخا لقوله عز وجل إنما المؤمنون إخوة ولحديث النبي عليه الصلاة والسلام عندما يتحدث برقة وليون وبتضام وتكافل بين المجتمع الإسلامي مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تدعى له سائر الجسد بالحمى والسهر أين هذا من واقع المسلمين من من المسلمين لا يحفظ الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه كل المسلمين يحفظون هذا الحديث لكن كم من المسلمين يحب لأخيه المسلم ما يحبه لنفسه أو أن تحب له جزءا يسيرا مما تحبه لنفسك لو كنا كذلك لكنا أسعد الشعوب لكنا أسعد الشعوب لأن ديننا يدعونا إلى الارتباط والترابط والتضامن والتعاون حتى إنه في بعض أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي يأمر فيها بمؤازرة المسلم لأخيه المسلم ومساعدة المسلم لأخيه المسلم يذكر أصنافا من الأمور التي ترسخ المحبة بين مجتمع المؤمنين وتشعرهم أنهم أمة واحدة وتشعرهم أنهم إخوة حقيقة عندما يقول النبي عليه السلام منوعا الصدقات الناس يعتقدون أن الصدقات إنما هي المال عندما تأخذ مالا فتدفعه لفقير نعتبر هذا هو الصدقة النبي عليه السلام يعطي معنا آخر لهذا المفهوم فيقول عليه الصلاة والسلام إفراغك في دلو أخيك صدقة إفراغك في دلو أخيك ربما هذا مثل يفهمه أهل البادية عندما تفرغ الماء في دلو أخيك أي كأنك تعينه على ذلك تساعده على أداء عمل كيفما كان قل في أمثلة الحاضرة الآن لو أنك كنت في طريقك لدفع فاتورة الماء والكهرباء مثلا فتأخذ فاتورة تجارك من أجل أن تساعده في ذلك أو أن تعينه في عطب بسيارته أو فيه مشكل في بيته هذه صدقة اعتبرها النبي عليه السلام صدقة إفراغك في دلو أخيك صدقة وأمرك بالمعروف صدقة ونهيك عن المنكر صدقة وتبسمك في وجه أخيك صدقة وإماطتك الشوك أو العظم أو الأذى عن طريق المسلمين صدقة هذه كلها صدقات يستطيع الناس أن يفعلوها ولكنهم للأسف لا يفعلون للأسف توجيهات ديننا في واد وسلوك المسلمين للأسف في واد آخر لا يستطيع الواحد أن يتصدق على أخيه المسلم بابتسامه ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق كما في حديث آخر طلاقة الوجه لا تكلفك شيئا لا تكلفك درهما لكن المسلم تجده يقابل أخاه المسلم بعبوس وقنوط لكنه عندما يجلس انظروا إلى هذا عند الزعماء وعند غير الزعماء حتى عند العامة عندما يجلس إلى أخ له وهذا أخ آخر في الإنسانية عندما يجلس إلي تجده يختار من العبارات ألطفها ومن التصرف أحسنه ويتعامل معه بأرقى ما يمكن أن يكون التعامل يسارعون فيهم لكن عندما يتعامل مع أخيه المسلم تجده في أشد ما يكون من الجفاء ومن القسوة ومن الغرضة ومن الشدة ولو كنت فضا غليظ القلب لن فضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر هذه الفئة الثانية الفئة الثالثة والرابعة معا من الآخر الذي نحن مطالبون بأن نتعامل معه ولعلها هي التي تحتاج إلى إبراز أكثر لأننا نعرف كيف ينظر إلينا الآخر وكيف يعمم الآخر وينظر إلى المسلمين جميعا على أنهم متعصبون ومخطئون وربما يسميهم إرهابيين إذا أخطأ واحد من المسلمين تلقى التهمة على الجميع نحن في الإسلام لا نتعامل مع الآخر بهذا التعميم في الإسلام عندنا قول الله عز وجل ليسوا سواء ليسوا سواء أي أن المخالفين لنا في الدين أي أن غير المسلمين لا يجوز أن نضعهم جميعا في سلة واحدة وإنما يجب أن ننظر إليهم على أنهم فريقان فريق مسالم مهادن سائح جاءك إلى بلدك أو مواطن في بلده نزلت أنت عنده في بلده هذا تعاملك معه يقترب في نظرة الإسلام يقترب كثيرا من تعاملك مع أخيك المسلم نعم يقترب كثيرا وقرأوها إن شئتم في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس يحفظونه برواية نعم هي المشهورة لكنه موجود برواية أخرى في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه هذه رواية الصحيح المسلم من سلم المسلمون أي هذا في إطار الآخر الثاني الذي ذكرت لكم أي علاقتنا نحن المسلمين مع بعضنا البعض أن يسلم المسلمون جميعا من لسانك أي من أذى اللسان ومن يدك أي من بطشك أو اعتدائك والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه لاحظوا كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يعطي المفاهيم الإسلامية الشرعية مدلولات مختلفة حتى لا يتحجر الناس فيفهموا أن هذه المفاهيم لها دلالة واحدة المهاجر هو الذي ينتقل من مكان إلى مكان لا المهاجر له معنى آخر ليس انتقالا فقط من مكان إلى مكان وإنما من سلوك إلى سلوك من حالة إلى حالة من هيئة إلى هيئة هذه هجرة لكن ينسى الناس أن هناك رواية أخرى للحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلم أي المسلم الحق دعك من مسلم الزور كم من مسلم مزور عندنا نحن في عصر التزوير للأسف والتقليد عندنا مسلمون يعني صناعة تقليدية إذا شئت لكن المسلم الحق هو الذي يحدثك عنه النبي عليه السلام المسلم من سلم الناس لاحظوا من سلم الناس الآن الآخر ليس ذلك المسلم الذي يوافقني في المعتقد إنما الآخر هو الذي يخالفني في المعتقد ليكن نصرانياً أو يهودياً أو بوذياً أو بلحداً أو كيفما كان هذا الآخر إذا لم يكن محارباً لي نعم الصنف الثاني في هذه الفرقة الثالثة المحاربون هؤلاء كلام آخر لكن إذا كان مسالماً لك فأنت مطالب بأن تحسن إليه أنت مطالب بأن لا تؤذي المسلم من سلم الناس من لسانه ويده والمؤمن في هذه الرواية والمؤمن من أمنه الناس على أموالهم وأنفسهم المؤمن هذا مفهوم آخر للمؤمن المؤمن من أمنه الناس لم يقل من أمنه المسلمون من أمنه الناس المؤمن أو المسلم هو الذي يشعر جميع الناس عندما يتعاملون معه بالطمأنينة والأمان لا يخشى أحد غضره ولا يخشى أحد ظلمه ولا يخشى أحد أخذ ماله إذا كانت بعض الثقافات تبيح أكل أموال الناس بالباطل وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل نحن عندنا لا لا يجوز لك مال غير المسلم إلا عن وجه حق بتجارة أو معاملة أو عمل أما أن تأخذ ماله دون وجه حق فلا يجوز اقرأ قول الله عز وجل لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقصطوا إليهم إن الله يحب المقصطين العدل بل البر ونحن نعرف أن كلمة البر عندنا تستعمل مع أقرب الأقارب بر الوالدين لكن الله عز وجل اختار هذه اللفظة بالذات ليعبر بها عن التعامل مع الآخر غير المسلم أن تبروهم وتقصطوا إليهم أي تعدلوا معهم حتى في القضاء أوصان الإسلام إذا كنا نتقاضى مع غير المسلم أن نحكم بالعدل فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقصط إن الله يحب المقصطين هذا ديننا هذا قرآننا وهذا توجيهه وقولوا للناس حسنا وقولوا للناس ليس فقط للمسلمين وإنما نقول للناس وكثيرا ما يخاطب القرآن الكريم البشرية صحيح نجده في حوالي مئة وعشرين مرة يقول يا أيها الذين آمنوا لكنه ينادي غير المؤمنين كثيرا أيضا فيقول يا أيها الناس ثم عندما يقول الله عز وجل يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم فإنه يؤسس للعلاقة التي ينبغي أن تكون مع الآخر نظرتنا نحن المسلمين للآخر ليست نظرة إقصائية ليست نظرة إكراهية لا نكرهه ولا نكرهه لا نكره ولا نكره أي لا نلزمه بديننا لا إكره في الدين لا إكره في الدين فنحن نتعامل مع الآخر كما هو لكم دينكم وليدين لكم دينكم وليدين أي لكم معتقداتكم ولنا معتقداتنا ويمكن أن نتعايش بل يمكن أن نفتحى حوارا من أجل النظر في المصلحة قل يا أهل الكتاب تعالوا أي أقبلوا وارتفعوا تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم كلمة سواء أي لا تخضعون ولا نخضعكم البشرية الآن للأسف تفكر بمنطق الإخضاع القوي يريد أن يخضع الضعيف الإسلام يقول لا تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله لا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون أي إذا رفضوا فإن تولوا أرفضوا أي أو فإن تولوا أي إن تتولوا أي إن ترفضوا فاشهدوا نحن مسلمون فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون دعونا نعيش ديننا ولكم أن تعيشوا دينكم ويمكن أن نتعايش ونتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه كما نتعامل نحن داخل الدائرة الإسلامية عندما نختلف أخيرا الصنف الثاني من هذه الفرقة الثالثة من غير المسلمين هو المعادي هذا الذي بيننا وبينه عداوة الذي احتل أرضك أو انتهك عرضك أو اعتدى على مقدساتك لا واحد في الأرض على وجه الأرض يدعو إلى ترك المقدسات أو إلى التنازل عن الخصوصيات أو شيء من هذا فالقرآن يتحدث عن المحارب أو المعادي فيقول وأعدوا نعم وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة من أجل ماذا؟ من أجل أن ترهبوا عدوكم أي أن تخيفوهم من أجل أن تفرضوا احترامكم لا من أجل أن تحاربوا الحرب فقط إذا اعتدي عليكم وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين الآية صريحة فأنت مطالب بأن تعد القوة للآخر لكن إذا هو اختار أن يسالم فنحن الأول أول من يدفع في اتجاه السلم وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله بل إن الجميل في القرآن الكريم أنه يطمع المؤمنين في التعايش مع هذا الآخر المعادي حتى المعادي يطمعنا الإسلام في أن يكون صديقا لنا يطمعنا الإسلام في أن نتحاور معه من أجل أن نحل الخلافات وأن يرد لنا الحقوق الضائعة ثم نتعايش فيما بيننا اقرأوا ذلك إن شئتم في قول الله عز وجل ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم ادفع بالتي هي أحسن ورسولنا صلى الله عليه وسلم كان يدفع بالتي هي أحسن كان على عداوة مع قريش التي أخرجته من مكة وحاربته عدة حروب ولكن عندما كانت قريش في أزمة اقتصادية في قحط في مكة سمع بذلك النبي عليه السلام وهو في المدينة وحال المسلمين آنئذ أفضل من حال أهل مكة فبعث بخمسمائة دينار ذهبية أي بأموال طائلة مساعدات اجتماعية لقريش نعم لأعدائه هم معادون لا ومع ذلك هذه مسألة إنسانية إنسانية فبعث بالنبي عليه السلام بهذه المساعدات لقريش من أجل سد هذه المشكلة وقرأوا ذلك إن شئتم في قوله عز وجل عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم عسى الله أي توقعوا هذا الاحتمال عدوك ليس بالضرورة أن يكون عدوا دائما لو أن أعداءنا استردوا أو أرجعوا مقدساتنا وأعطونا حقوقنا التي سلبوها منا فنحن في الإسلام ليس عندنا من هو عدو دائم إنما بمجرد أن يرد لك حقك فإنه مشروع صديق عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة مودة بمعنى محبة والله قدير والله غفور رحيم وكم من أعداء بهذا التعامل مع الآخر من المسلمين صاروا أصدقاء بهذا التعامل قريش التي حاربت الإسلام عشر سنين أو أكثر صارت صديقا وأعلنت الإسلام وأسلمت عن بكرة أبيها عام الفتح وبعده بقليل أسلم الجميع التتار هلاكو التتار هجموا على بلاد المسلمين في القرن السابع ستمائة أو ستة وخمسين قتلوا الملايين من الناس يعني شعب متوحش وعندما رأى من سلوك المسلمين وأخلاق المسلمين غير نظرته فهذا الشعب الذي جاء قاتلا رجع مسلما هذا هو ديننا هذه نظرتنا للآخر سواء تعلق الأمر بالآخر القريب أو الآخر الجار أو الآخر المسلم أو الآخر غير المسلم المسالم أو الآخر حتى غير المسلم المعادي أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرد بنا جميعا إلى دينه ردا جميلا أقول قولي هذا أيها الإخوة وأستغفر الله لولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله رحمته المهدا ونعمته المسدا وسراجه المنير صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الإخوة يبدو أنه لم يعد في الوقت متسع إلا للدعاء لكن قبل ذلك أذكر بأنه يزورنا اليوم إخوة لنا يبنون مسجدا في طريق الغرب وقد اختاروا له من الأسماء مسجد سعيد بن زيد رضي الله عنه وأرضاه وهو من العشرة المبشرين بالجنة هؤلاء الإخوة يريدون أن يفرحوا ببناء مسجد في حيهم وهم في البداية ما زالوا الآن في الانطلاق ونحن المسلمين شأننا أننا نفرح كلما سمعنا عن بيت يرفع لذكر الله إذا كان غير المسلمين وغير المتحمسين للإسلام إذا كان يغيظهم أن يروا صومعة جديدة فنحن المسلمين كلما رأينا أو سمعنا بصومعة جديدة تنبت في مدينتنا أو في بلدنا فإننا نفرح بذلك أشد الفرح ومن لم يستطع أن يقدم مالا فلا أقل من أن يقدم دعاءا أو أن يقدم دعوة للآخر من أجل أن يسهم فهؤلاء الإخوة سيقفون على الأبواب من أجل مد يد المساعدة لهم حتى ينطلقوا في بداية بناء هذا المسجد مسجد سعيد ابن زيد أسأل الله تعالى أن يخلف لكل من ينفق وأسأل الله تعالى أن يبارك لكل من يعطي وأذكركم بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من بنى لله بيتا بنى الله له مثله في الجنة فعلى حسب ما تتوقعون من جزاء الله عز وجل في الجنة أنفقوا وأسأل الله تعالى أن يبارك لكل منفق فيما أعطاه اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين اللهم انصر دينك وكتابك وعبادك الصالحين اللهم معلمنا جميعا وطلابنا ما ينفع وانفعنا بما تعلم وزدنا اللهم علما وإيمانا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اشفي أمراضنا وأمراض المسلمين واقضي أغراضنا وأغراض المسلمين وأدي الدين على المدينين ورحمه اللهم موتانا وموت المسلمين الله مجمع صحف المسلمين في كل مكان الله موحد صفهم الله مجمع كلمتهم على كلمة التوحيد وتوحيد الكلمة على عمل الخير وخير العمل ربنا آتنا من لنلك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا اغفر لنا وليخوين الذين سبقون بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم وفق اللهم أمير المؤمنين محمد السادس لما تحبه وترضاه أره اللهم الحق حق وارزقه اتباعه وآله الباطل باطلا وارزقه اجتنابه هيئ له اللهم بطانة صالحة تعينه لما فيه صلاح البلاد والعباد ولما فيه خير الدين والدنيا والآخرة آمين 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 وصل لهم وسلم وبارك على سيدنا محمد الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين خصوصا الخلفاء الرشيدين أبا بكر وعمر وعثمان وعلي وعنسائر الصحابة أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحان ربك رب العزة عما يصفون